لمزيد من التفاصيل اللي ينظموا إلينا من جزيرة رودس اليونانية مراسل غد عمر المنيري إليك عمر ما هي آخر التفاصيل والتطورات لديك نعم هذه التصريحات لوزير الخارجية نيكونس ديندياس تؤكد أن اليونان تعلم تماما ما سيحدث في محاولة ألمانيا من الوساطة وإجلاس كل من الطرفين اليونان وتركيا على طاولة المفاوضات وخصوصا أن وزير الخارجية الألمانية سيصل يوم غد للقاء وزير الخارجية اليوناني ومن ثم سيتوجه إلى أنقرة وللقاء نظيره التركي هذه التصريحات تؤكد دائما ما تقوله اليونان أن تركيا ليس لها أي حقوق في المياه الإقليمية اليونانية والجرف القاري التي تتحدث عنه تركيا ليس ما هو إلا اختراعات وابتدعات من الجانب التركي بحسب القانون الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 المادة 121 البندة الثاني يقول أن كل ما يتعلق من أي جزء بري سواء جزيرة أو صخر أو ما إلى ذلك ينطبق عليها الحدود الإقليمية معنى ذلك أن الحدود التي تفصل الحدود الحقيقية والدولية التي تفصل ما بين تركيا وبين اليونان هي أقرب جزر لتركيا وأقرب هذه الجزيرة صغيرة تفصلها عن تركيا كيلو مترين فقط إذن ما تدعيها تركيا من محاولة لإقناع العالم ما هو إلا محاولة منها لفرض الأمر الواقع على الجميع وهذا يتلقص في وجود الفرقتات والبرجات التركية في المناطق الإقليمية والحدود الإقليمية التي تفصل ما بين مصر وبين اليونان وبحسب الاتفاقية التي رسمت في السادس من هذا الشهر هذا ما دعا تركيا لتحرك سريعا قبيل التصديق على هذه الاتفاقية من قبل اليونان التي ستصدق عليها في خلال الأيام القليلة المقبلة في السادس والعشرين من هذا الشهر الجاري شكرا جزيلا لك عمر المنيري كنت معنا من جزيرة روتس اليونانية شكرا جزيلا لك